الطفل المعجز الذي قضى خمسة أيام داخل حفرة وسط الضرام خمسة أيام وأمه تنتظر النقطة أمل بيضاء خمسة أيام والطفل ذو الخمس سنوات يعاني من الجوع والعطش والجروح وربما كثور في جسمه كل هذا لم يكن شيئا عاديا لم يكن شيئا عاديا أن يتصل صورته للعالم وأن يدعو له العالم وأن يجعل الشعوب تتضام من أجل إنقاذه اليوم نرى المعجز في هذا القضاء والقدر نرى عدمة الله سبحانه وتعالى إرادة الله أراد الله هذا الصبي أن يكون طيرا من طيور الجنة وأن ينعم والديه بالخير بعد غيابه فكما ذكرت في فيديو سابق في القناة أنه إن تبع عنا في آيات سورة الكهف فسوف نرى المعجز التي سنتحدث عنها اليوم هذا الطفل هو سبب خروج والديه من الفقر وممكن أن يكون سببا في إنقاذ قرية بكاملها من العطش اليوم نسوصل إلى خبر بأن الطفل أو والدي الطفل قد تلقوا عدة رسائل عدة مكالمات من العديد من الأشخاص يتصلون بوالديه ويعرضون مساعداتهم المادية فاللاعب الدولي عبد الرزاق أحمد والسعودي وكذلك جلالة المالك نصر الله حيث حسب ما وردنا أنه تم ممكن استقبالهم في القصر الملكي كل هذه الأحداث فهي تأويل لآيات سورة الكهف فقد أعلن اللاعب المغربي الدولي عبد الرزاق أحمد الله مساعدة عائلة الطفل ريان الذي أخرج أمس من البئر التي سقط فيها قبل خمسة أيام جثة هامدة وقال مهاجر فريق الاتحاد السعودي على حسابه على موقع الانستجرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع ننتظر خروج روح ابننا ريان من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عينان السماء إلى جنة الفردوس الأعلى فكل يوم تعيش أسر وتعيش عائلات أزمة مشابهة لأزمة ومحنة ريان لكن لم يحدث كما حدث مع ريان فريان هو الطفل المعجز الذي نتحدث عنه اليوم هو الطفل الذي أخرج أمه وأبوه من الفقر هو الطفل الذي ممكن أن يكون سببا في تلاحم وتنضامن الشعوب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر